الدوري اترسمت ملامحه بشكل كبير اقترب كثيراً 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 النادي الأهلي من حصد رقب البطولة الدوري رقم 44 في تاريخ النادي الأهلي نادي الأهلي فاز على المصري البورسعيدي دون رد هدف لوسامة أبو علي وفي نفس التوئيد برامج يتعصر مجدداً ويتعادل مع نادي الزمالك الوضع قريب جداً بالنسبة للنادي الأهلي طيب كلمنا على مارس الكولر كتير وانا اقول لكم رأيي رأيي الشخص انه مارس الكولر هو أعظم من ضرب النادي الأهلي في ناس شايفة انه مانو اليوزيء لانا بشوفه برضو من أعظم الناس لضربة النادي الأهلي عنديش خلاف واحد في المليون في ناس تانية بتشوف بتسمو سماني طبعاً راجل عمل تاريخ مع النادي الأهلي بس المسيرة بتاعة مارس الكولر بتفاصيلها بتفاصيلها دي ايه؟ مش مجرد البطولات والإنجازات انا بكلمك على الأرقام طبعاً الأرقام سالب تكسر مع مارس الكولر ضيف على ده التطور الفردي الكبير عند معظم اللاعبين ضيف على ده التطور الجماعي والتكتيكي الكبير في فريق النادي الأهلي ضيف على ده إنه صحيح النادي الأهلي عنده جيل مميز من اللاعبين بس مش أفضل جيل يعني في تاريخ النادي الأهلي على مستوى المهارات الفردية والإمكانيات على المستوى الجماعي هذا الجيل يسير بشكل ثابت جداً إنه يبقى أفضل جيل حق أرقام وبطولات وإنجازات فيش خلاف بس مارس الكولر له بصمة واضحة وحقيقية يعني إيه؟ يعني مثلاً ما تقدرش تقول اللي كان بيتقال على مالو الجوزيل لأنا كنت مختلف معاه وما زلت مختلف معاه يعامل من مالو الجوزيل بينجح حشان معاه جيل عظيم وخيالي وتاريخي واستثنائي في تاريخ النادي الأهلي فيش حاجة اسمها كده المدرب بيشتغل واللعبها بتشتغل بس محدش يقدر أصلاً يقول على كولر كده يعني مثلاً تقول لكولر إيه؟ يا عم أنا لو مكانك هعمل اللي أنت عملته ده وزيادة أما أنت معاك أحسن جيل في تاريخ الكرة القدم ما حدش يقول كده وبالتالي مارس الكولر عنده بصمة مهمة وواضحة جداً يستحق بيها أنه يكون أفضل مدرب في تاريخ النادي الأهلي 16 انتصارة على التوالي في الدوري يفصله مباراة واحدة لمعادلة رقم منو الجزيه موسم 2004 و 2005 لما حقق 17 فوز متتالي مع النادي الأهلي في الدوري ترجمة نانسي قنقر